بعد انقسام أوروبي واضح في دعم طرف على حساب آخر فيما يتعلق بحرب غزة تبحث قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل على مدى يومين لمناقشة الاتفاق حول دعوة لهدنة إنسانية في قطاع غزة وقد دعا قادة الاتحاد الأوروبي في مسودة بيان إلى إنشاء ممرات إنسانية في غزة وتوقف مؤقت للحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع وذلك لإيصال المساعدات التي تشتد الحاجة إليها وقالت المسودة إن المجلس الأوروبي يعرب عن قلقه البالغ إذا أتدهر الوضع الإنساني في غزة ويدعو إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستمر وسريع وآمن ودون عوائق إلى المحتاجين من خلال كافة التدابير اللازمة البيان الأوروبي أكد أن الاتحاد سيعمل بشكل وثيق مع الشركاء في المنطقة لحماية المدنيين وتقديم المساعدة وتسهيلها لضمان الحصول على الغذاء والماء والرعاية الطبية والوقود والمأوى فبعد حملت التنديد من جميع دول الاتحاد بعملية طوفان الأقصى والتي نفذتها حركة المقاومة الإسلامية حماس وجد الزعماء الأوروبيون أنفسهم أمام واقع صعب في الالتزام بنفس الرسالة بعد شن الجيش الإسرائيلي حربا على القطاع راح ضحيتها الآلاف بين قتل وجريح وبما أن تأثير الاتحاد الأوروبي على الصراع في الشرق الأوسط محدود فإن الزعماء الأوروبيين يخشون من أن التصعيد العسكري في المنطقة قد تكون له عواقب وخيمة على أوروبا بما في ذلك تصاعد التوترات بين الجاليات الإسلامية هناك وتنمي تهديدات بوقوع هجمات على الأراضي الأوروبية وتدفق أعداد كبيرا من اللاجئين إلى أوروبا ترجمة نانسي قنقر